السباح الصغير حظق يوسف رياضة السباحة وتحصل على المرتبة الأولى في الصباق الذي نظمته البلدية فحظي بلقب السباح الماهر عرض المدرب على يوسف أن يكثف حصص التمارين حتى يحسن أرقامه فاحترم رأي مدربه وعمل به حاز يوسف إعجاب كل من كان يتردد على المسبح فكان محل متابعة من الجميع وذات يوم بينما كان في غرفة الملابس يرتدي زيه إذ سمع صراخا أنقذوا ابني أنقذوا ابني إنه طفل صغير سقط في المسبح قفز يوسف وغطس في الماء بسرعة وما هي إلا ثوان حتى أمسك بالطفل وطفى به على السطح أسرع بعض الحاضرين وأعانوا يوسف على إخراج الغريق وقدموا له الإسعافات اللازمة فرحت الأم كثيرا بنجاة ابنها وشكرت السباح الصغير وقالت أنت سباح ماهر رغم صغر سنك فأجابها لم أكن لأغامر بإنقاذ ابنك لو لم أكن أحسن السباحة فأنا أمارس الرياضة ومولع بالسباحة منذ صغر سني همست الأم سأشجع ابني على ممارسة رياضة السباحة الأسئلة أولا فيما تميز يوسف عل الإجابتك من النص تميز يوسف في السباحة حضق يوسف رياضة السباحة وتحصل على المرتبة الأولى في الصباق الذي نظمته البلدية فحضي بلقب السباح الماهر ثانيا بادر يوسف إلى إنقاذ الطفل ابدي رأيك في ذلك أرى أن ما قام به يوسف عمل جيد لأن في إنقاذ الطفل عمل بطولي وإنساني ثالثا هل يكفي أن نحب رياضة لنصير ماهرين فيها؟ لا لا يكفي أن نكتفي بحب رياضة للتميز فيها بل يتوجب علينا ممارستها والمواظبة على التمرين ترجمة نانسي قنقر